أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا بصحتين وهنا واليوم متل ما تعودتوا علينا حلقة يوم الخميس بتكون أكلاتنا دسمة فيها عشان تقدروا طبعا تتشجعوا وتبلشوا الأسبوع الجديد بوصفات غير شكل وأكيد طبعا يوم الخميس عشان يزيد ليوم الجمعة وتريح حالها سبت البيت اليوم خميس وأنا رح نكون موجودين معاكم ومرافقينكم لمدة ساعة من الوقت بوصفات كتير مختلفة كيفك يا خميس؟ تمام يا تمام شو الأخبار يا خميس؟ كيفك؟ لا أمني يا خميس تمارا شو الأخبار؟ لما تلاقي الضحك من الدان للدان بتبقاها هذه بيكون خباياها بتعرفي ما أخوفيها كان أعظم بتصير زي هيسم هيسم عدي اليوم ما حداش بطريحكي معا شو عمل لنا اليوم يا خميس؟ أول إشي نهاية السبوع سعيدة على الجميع وإن شاء الله هيك كل أيامكم بتكون فرح وسعادة اليوم لأول مرة بعد ثلاث سنين نعمل برياني هون بالبرنامج ولا مرة دائما طلبوا مني بس راح أملكم بشكل كتير مبسط وبطريقة كتير كتير سهلة ونحافظ فيها على طعم البرياني اللي كتير طيبة هنعمل إشي ما بتحبوش تمارا عبدالهادي أنا لازم أخلق الجدل عنه يهداما بكل حلاة البتنجان بحب كتير لأن سرت أعرف أنها يفتداق منه فلازم أدخله بوصفة اليوم ما راح نعمل حمصة البتنجان وللأسف للأسف دي أكشف سر لدانا أني ناسي أحط لها بالمقادير أنه في كاري الموضوع هي تدبر حالها بمعلاقة كاري صغيرة مثلا هي كتزدهم على الوصفة الثانية بتكون شطورة والوصفة الثالثة راح تكون استكمالا لمبارح لمبارح عملنا إشي في المنجا اليوم راح نكمل بس راح نعمل عصير المنجا مع جوز الهند بناكات كتير طيبة وماء الورد فاحضرونا راح تنبصتوا كتير وحلية اليوم طيب معناتو إحنا اليوم راح نبلش أكيد لقائنا ودائما منحب نذكركم أنه إحنا موجودين معكم مباشرة على الهواء وطبعا على السوشال ميديا عمان تيفي كيتشن عمان تيفي أوفيشل بحب أنكم طبعا دائما تتواصلوا معنا من خلال التعليقات وما تنسوا تشيروا الحلقة راح نطلع معكم بوصفة البرياني أول إشي بريان الدجاج راح تحتاجه لتتبيلة الجاج جاشتين بالإضافة لكوب لبن من طيبة ولكوب شريح بصل مقلي ولربع كوب ورق نعنى وربع كوب ورق كزبرة وربع كوب عصير ليمون ربع كوب زيت من كرم معلقة كبيرة غرامة سالة بالإضافة لمعلقة كبيرة فلفل أحمر بودرة ولمعلقة كبيرة توم مهروس ومعلقة كبيرة زنجبيل مهروس ومعلقة كبيرة كمان عفوا فلفل حار حسب الرغبة وملح وفلفل أسود أما بالنسبة لسلق الرز راح تحتاجه لخمس أكواب رز بسمتي من كرم لحبتين لومي ولخمس حبات هيل خمس أوراق من الغار عود إرفاء وملح أما لتطبيق الوصف راح تحتاجه لربع كوب زيت كرم كوب شرايح بصل مقلية كوب عصير البندورة نصف كوب كاجو ومعلقتين ما ورد بالإضافة للزعفران طيب البرياني دائماً خميس بيخربشوا فيه بينه بين الزربيان وهذه القصص دائماً إيش بقول لك منحط له بطاطا إيش بقول لك ما منحط له بطاطا إيش جزر إيش بيض يعني كل مرة شكال أحكي لكم شغلة الحمد لله الحمد لله بشكر الله وبحمد وبحمده على كتير من النعم ولكن بمهنتي كمان أنا لما بطلع بعمل أكل إيطالي فمبسوط إني وبحياتي كنت محظوظ إني اشتغلت مع طليان فأنا قدر أشرب من راس النهر صح نفس الإشي يعني تعلمت من طليان إن حكينا نجينا نعمل إشي هندي فإحنا تعلمتوا كمان الحمد لله إني اشتغلت مع هنود يعني ما شفت وصفة أو حدا طبق لي إياها مع احترامي الشديد لكل شفاتنا العرب والأردنيين أنا اشتغلت معهم بتشرفت إن اشتغلت معهم أكيد بس أكيد لما بتأخذ الإشي من الشخص نفسه يعني ما واحد يتعلم منصف دروحها واحد أردني بروحشها واحد تاني عشان يتعلم من منصف الفكرة هيك إحنا اليوم صح اللي حكيته تمار بما يخص موضوع الزربيان وهذه الأكلات كلها أصلا داخلي على بعض وصدقي إنه زي ما إحنا أنه الملاحي مثلا بشمالنا اللي هو المنصف اللي بيكون عليه الكوب مع البرغ المفوص وعملنا يمكن بحلقه اللي هو موجود كمان بدرعة وبسوريا فهذه الأكلات قريبة كتير من بعض كل حدا بيخدها وبعدل عليها بعض التفاصيل بس هو الاشي واحد عشان كنا عارفين هلا اللي رح نعمله أنا عندي الجاج الجاج بتقطع صغير عشان تكونوا عارفين وبيعظموا مع الناس الأشخاص الهنود بيقطعوا الجاج قطعة صغيرة بتحسينهم قطعينه زي راس الأصفور حتى بالعظم بس ما بيكسروا العظمة بطريقة العظمة تتفتفت تقطيع بيكون بشكل محترف إنه العظم تبع الجاج زي ما كنا نحكي على اللحم مبارح إنه إذا تكسرناه وحطناه بالأكل ممكن يطلع بالتم وهذا الإشي يسبب مشاكل فعشان هيك بدنا نكون واضحين بهاي الأمور عندي هون الجاج أنا مقطعه مش على تمانية كمان فيه قطعة رحت على على أكثر أوكي فبدي أحط هلا عصير الليمون قبل ما يبلشوا يسألونا يعني منقدر نعمله كمان على لحمة مزبوط أكيد هلا بدي أضيف كمان الزنجبيل والتوم مهروسين هذولة كمان اللي كنت أحكي عنهم بحلقاتنا السابقة بدي أضيف كمان الكوركم البهار البودرة سوري الفلفل البودرة وهذا إشي كمان اختياري بدنا نضيف القرام مسالة والكزبر البودرة تمام بعدين بدنا نحط الملح والفلفل بعدين روح نستخدم اليوم من طيبة اللبن هلا طبعا منتجات طيبة أنتوا متعودين عليها ودائما وتحديدا مع الشف خميس يعني دائما بيستخدم لنا الألبان من طيبة سواء الشنينة أو حتى الزباديو زي ما أنتوا شايفين اليوم دائما أحجامهم مختلفة دائما في إلهم عروض ودائما متوفرين فاليوم أنت لما بتضيف اللبن على التتبيلة إيش بيطري ولا إيش بيعمل لون؟ أول شيء اللبن الجاج تبع البرياني عادة هما بنطبخ جوه صوص البندورة اللي احنا حطينه هون على النار اللبن بيعمل كثافة وبيعمل حموضة وبيعطي لون كثير طيب كمان مع تجانوس البندورة اللي موجود حتى باللون بيطلع كثير حميل تمام أوكي حلا حطينا اللبن بدنا نضيف عليه البصل المألي آه بنحط بنضمن التتبيلة بالزبط هلا بنضيف البصل بيء لا وراح يكون بالتطبيق عشان هيك إذا لاحظت إنه أنا حاطت إشي اسمه تطبيق الوصفة وهذا الإشي كمان مهم هلا بعد شوي رح نحكي عنه عندي هون الكزبرة رح أضيف كمان النعنع وبدنا نقلبهم كلهم مع بعض بتخص إنه التتبيلة جريئة هي هيك لازم تكون يعني هيك تقليديا يعني أنا مقرب الأمور كتير عشان ست البيت تعمل بكل سهولة هلا زي ما أنا رجعت وحكيت كل إشي أنا عم بعمل هذا شايفه بعيني مش ابتكارا مني يمكن أنا لما بدي أبتكر زي هذيك المرة عملنا إشي بالكاري مش عارف إمتى حلقة مبارح يمكن كانت بالكاري مع كانت بالكاري وكرات اللحم من الوادي هذا كم عندي هون أنا مش عم بعمل إشي من عندي أنا بحكي لكم مع التفاصيل كمهم تطبيق رسمي يعني بالضبط هلا ممكن بعد إذنك بس تفتحي لي هاي طيب بدي أحكي عن سوس البندورة اللي هون إحنا حطينه هو السوس هون بندورة الفريش أنا ضربتها على الخلاط نزلتها على الزنجبيل والتوم اللي أنا كنت طبيقهم بزيت كرم أضافت عليهم عصير البندورة وهلأ بدي أحط عليهم الجاج ونترك الجاج لمدة تقريبا تلسع حتى يطبخ عشان رح نحكي عن خطواتنا الثانية حلو يعني أنت هاي الخطوة رقم تنين يعني الخطوة الأولى التتبيلة الخطوة الثانية أنك حطيتهم فوق البندورة بالضبط هلا بنا نغطي عليهم ونتركهم ينطبخوا بالتتبيلة اللي إحنا عملناها وعصير البندورة الطازة وهذه الخطوة مهمة جدا بالبرياني وين نحط الغطهون طيب هلا على جنب لازم يكون في عندي مية عم تغلي فيها المطيبات الورقية والحبوب يعني زور الغار والهيل كل هاي الأشياء اللي موجودة عندكم بدنا نسلق فيها الرز إحنا اليوم مستخدمين الرز البسمتي من كرم بعد ما غسلنا نقعنا لمدة نصف ساعة وبعدين هلا بعد شوية رح نضيفه هون طيب سريعا خلينا نعمل خطوة بس نستطبق فيها الأحداث نعمل إشيء مشطني عادة ما يقدم جنب البرياني والأكلات اللي فيها رز من المطبخ الهندي وهو مشهور كتير أنه كمان بالخليج كتير ناس بيعملوه أوكي هو بيعتمد على عصير الليمون والكزبرة واللبن وكمان النعنع والتوم وهاي وصفة كتير مهمة على فكرة فراح نعملها هلا بدي أجيب بس كمان لبن في إلها مقادير ناخدها؟ هلا ما في إلها مقادير أنا عشان بس ما تكونش الوصفة كتير كتير طويلة سراحة تمارا أنا اختصرت الموضوع بس راح أحكي عنها هلا ما في مشكلة يلا أوكي طيب إحنا زي ما حكينا بدنا الكزبرة بدنا النعنع بدنا توم هلا بطول التوم بدنا خل وبدنا عصير ليمون أوكي هلا بعطيكم المقادير كاملة خلينا نعملها ونحطها جانب بنكسب وقت بس إنه الجاج إحنا ركبنا آه هاي برضو تنعمل على الخلاط كأنها بالزابط وبتنعمل بطريقة معينة إنه ما منحط كل تمية اللبن منحط مثلا أنا عم بشتغل على كوبين لبن بحط نص كوب جوا الخلاط لأنه اللبن بمجرد ما انخلط على الهون مزيج بصير كتير رخو آه فأنا بضربه أول إشي مع هلأ خلينا نحكي أحسن نشتغل ونطبق مع بعض عشان تكون الأمور كتير أسهل راح أضيف اللبن حلو بعدين بدي أضيف عليهم عصير الليمون هاي الكمية تاعت اللبن أنا ماخد الربع من العيارات اللي أنا بدي أشتغلها منضيف عصير الليمون بعدين راح نضيف الكزبرة والنعنع أيوا كله ورقيات يعني بالزابط وهنا لازم نضيف كمان الفلفل الحار عشان نكون إحنا عارفين هلأ راح نضيف الفلفل الحار هي فكرتها أنها تكون حارة جنب الأكل وجنب الأكل زيها زي فكرة الدقوس بالزابط برافو عليكي تمارا صح خلي هدول تطبيق البرياني أوكي بدي أجيب كان في عندي خل أنا هون خل كرم ما جبته هلأ منجيب خل كرم بسمعنا عشان راح نطلع بالفاصل الخميس أنا مش عم بسمع أوكي راح نحط الخل ونخلطهم صح؟ بالضبط مع التوم صح؟ تمام معنات راح نحط الخل ونخلطهم ونرجع لكم أهلا وسهلا فيكم وطبعا عم نعمل اليوم البرياني على أصوله زي ما بيقولوا بالضبط شافوا الشف خميس جاي طبق لنيا وكمرة عم نعمل الصوس اللي جنبه الشتنى الشتنى طيب هي شتنات كتير على فكرة موجودة بالهند يعني فيه أكتر منه بس احنا اليوم عم نعمل الفيا والكزبرة والنعنع مع الخل خلينا نحكي لكم بس شوي عنه كم مرة سريعا لانه احنا كنا بالفاصل بنحكي عن هذا الموضوع شايفين انتو كمية اللبن انا اسمتها ثلاثة ارباع عندي هون ما خلطها والربع التاني محطوط جوا الخلاط الربع ليش لانه اللبن بمجرد مدخل على الخلاط وينخلط المزيج تبعا بيصير كتير رخو زي المي فعشان هيك بنقسم زي ما حكينا الكمية تبعتنا ثلاثة ارباع مش مخفوقين والربع بيكون بالربع التالت او الرابع من اللبن جوا الخلاط منضيف عليه التوم ومنضيف عليه كمان الكزبرة والنعنع والخل وعصير الليمون ملح وفلفل بنخلطهم مع بعض حتى يصير في عندي هذا اللون وزي ما انتو شايفين بعد هيك شو بنعمل تمارا منروح منضيفه على اللبن الاصلي اللي عنا مش مخفوق مش معمول في اشي شايفين كيف كمية اللبن نازلة زي المية وعشان هيك انا بام نخفوق كل الكمية هادي من قطيب الاشياء اللي ممكن تحطوها جنب اي نوع رز هندي او باكستاني او افغاني او اي نوع من المطبخ الخليجي لانه احنا مشروعين كتير معلنا بالخليج كمان بالرز فهاي واحدة من القطيب الاشياء اللي ممكن تقدموها جنب الرز كتير طيبة تتحكموا بنسبة الحرارة تبعتها اذا بدكم تتقلوها بتتقلوها اذا بدكم تخلوها كتير حارة بتخلوها واذا بدكم تخفوها هذا الاشي برجع لكم هلا بنا نخفوقهم مع بعض كتير منيح بدي هذا اللي عندك لو سمحتي هذا؟ يس بليز طيب خميس انا رح اشوفك مجموعة من اللي عم بتواصلوا معنا في عنا هون رناش حادة يسعد مساك شف خميس يعطيك الف عافية يسعد مساك وكل اواتك اهلا وسهلا كبان ميسر اهلا وسهلا فيك سوزان قصيس يسعد مساك ومنورين مبدعين احلى شف خميس والرائعة تمارة يعطيك الف عافية اهلا وسهلا منقدر نستغني عن الدقوس يس منقدر اكيد هذا اشي ما في احنا اليوم عم نحكي عن احنا صارنا ب 2024 كل وحدة بحب يأكل بالدياب بط كان في زمان عندنا معتقدات في الفنادق ممنوع تعمل هيك ما بزبوتش احنا اليوم نحكي عن الفيوجين فود وعن تداخل المطابخ الغربية والعربية يعني هذا الحكي صار مباح اي حدا بقدر يعمل الاشي اللي هو بالدياب ضمن المنطق ولكن لما بنطلع نحكي اكل هندي لازم نلتزم بتقاليد الاكل هندي هلأ تمارا عرفتكم حكيت لكم خميس عم بعملكم برياني بطريقة انا شفتها بس بنفس الوقت امسحلها اسد البيت بشوية ستيبس انا اختصرتها الحقيقة عشان ما يصيرش بدك تلاتين طنجرة وبدك تستخدمي خلطات وبدك تستخدمي وتروح يتقلي ومش عارف ايش لا تنسوا انه انا مستخدم كمان البصل جايب ومالي جاهز يعني لسه كان بي كمان خطوة لهذا الموضوع فانا ما ابدأ اصاعب الحياة بدنا نطلع بحلقة خفيفة لطيفة مدتها ساعة بثلاث وصفات اي حدا بيشوف هاي الوصفات يقدر يسويها طيب احنا هلأ بعد ما خفأنا اللبن اللي احنا عملنا على الخلاص مع اللبن العادي بننضيفه بهذا الوعاء خلينا نحكي ونقدمه جنب الرز هذا واحد من قطيب الاشياء اللي انا بحبها عن جد يعني اي حدا بيحضرني بيحبني وبيعزمني على اكلات وهيك يعمل لي هذا الاشي جنب الاكل ان شاء الله جنب المندي انا ما عنديش مشكلة بحبه اكتر من الدقوس الحقيقة حلو طيب هلأ احنا عنا الجاج حطينه هون زي ما احنا اتفقنا انه احنا عنا الجاج مقطعينه مش ارباء مش اثمان يعني الجاجة مش عتمانية اكتر يعني فيه اشياء ممكن تقوله انا اطعته على اتناعش هذا واحد من الاشياء كمان اللي بيستخدموها الهنود بنزعوا عنه الجلد للجاج وبعملو له تتبيلة تبعته وبينزلوها وبتركوه حتى ينطبخ هيك جوه الطنجرة خطوتنا الجاي هي سلق الرز اتفضلي حاسيك بالتسري بالنسبة لموضوع سلق الرز احنا لازم نختار مع الرز الهندي ايش اللي هو البسمتي يس لازم بالزبط لازم مع الناس لما منيج نحكي هاي الوصفات اكيد هو البسمتي حلو بالزبط اليوم مستخدمين كرم اكيد بالزبط مي بالله احنا اليوم مستخدمين الرز البسمتي من كرم زي ما حكت لكم غسلته ونجعته لمنذ نصف ساعة وبعد هيك بدي انزله هلأ بالمي بدي اسلله تقريبا لمدة عشرة لخمستاشر دقيقة حلو بنحط عليه بهارات معينة اه هلأ رح احط بس انا ما بحب احط البهار من البداية لانه اذا حطيت اللومي والقرفة وهي الاشياء اللي حطيناها ممكن تسبوه للرز لانه فيه اشياء ممكن يكون عليها الوانها داكنة تخلي الرز ما يكون لونه ابيض فعشان هيك بنأخر موضوع عملية البهار الصحيحة اللي بنستخدمها طيب ام سامي كمان هون اهلا وسهلا فيكم وام محمد الشرمان اهلا وسهلا فيك سامر يونس حبيبة قلبنا تحياتنا اهلا وسهلا ان شاء الله بتلورينا بعمال كمان ثورية تبارك لاختها روزا بتخرجها بدرجة الماجستير بكلية الصيدلة بجمعة الزرقة بدرجة امتياز ما شاء الله تبارك الله الله يفرحكم فيها اكتر واكتر امين وبالنسبة لموضوع الوصفة عم بحكولك اش في وصفات تانية غير البرياني بتكون هندية كثير احنا عملنا هون جاج الكورما عملنا المثالة عملنا التكا عملنا كثير اشياء على فكرة يعني زي ما بتترفوتوا على قناتنا على اليوتيوب تكتبوا الاكلات الهندية ان كان انا او شفات الموجودين كانوا معنا بالبرناجو وما زالوا كلياتنا اشتغلنا بالمطبخ الهندية انا واحد من اكتر المطابخ اللي بحب اعكل منها وادوّق منها هو المطبخ الهندية لانه انا بحب الابهارات الحقيقة وهذا الاشي انا اعشقه فهلأ بس بدي ارجع بس اضيف كل الرز اللي احنا عملناه اوكي اليوم كمان عملين حمزة البتنجان هلأ رح نخدها بعد شوي هاي الوصفة بدها نتركها على النار هيك لمدة ربع ساعة فمش رح نستعجل بالضبط يعني اذا قدرنا نخلص كل هذا الموضوع قبل الفاصل الثاني بيكون ممتاز اذا مش لأ فعادي يعني ما في مشكلة هلأ بالنسبة للخطوة هون كمان اللي انت عم تعملها انه الجاج عم تتركه يعني يتطبخ براحته وكمان عم تعمل هناك انت الرز براحته وعملنا هناك الشتنة فهيك طبقنا الرئيسي يعني خلينا نقول ضيله بس التطبيق اذا عم بتلاحظوا انه انا بوصفاتي صرت احط اشي اسمه تطبيق الوصفي عشان ما نضيعكم وهذا الاشي كان يصير معنا زمان وصراحة انا ما كنت الفت نظر لهذا الموضوع احد المتابعين بعتلي قال لي انه شف انتو امرات تكتبوا بوصفاتكم تفاصيل مثلا انه ماء الورد بتكون حاططها ديورنج الوصفة انت بالنهاية عم تستخدمها فانا بفكر استخدمتها انت من البداية فانا عم بحاول افصلكم انه هاي الاشياء لتطبيق الوصفة زي ما حنستخدم مثلا البصل المألي رح نستخدم الزعفران مع ماء الورد الفلفل الكزبرة الورق والنعنع حاططيكم اياهم كمان بتطبيق الوصفة عشان تعرفوا انه تواجدوا مثلا بمرحلة التتبيل تبع الجاج تواجدوا بمرحلة الطبخ وتواجدوا كمان بتطبيق الوصفة لانه كنا نحكي عن الزربيان اول اشي سألتي تمارا الزربيان من الوصفات اللي بس نسلقوا الرز مباشرا نحطه في قجاج وخلص لما بنجي نحكي البرياني برياني لازم نعمل طبقات وتحط طبقة الرز وبعدين تحط الجاج مع الصوس اللي بيكون البندورة وبعدين ترجع حطي زي ما حتشوفه بعد شوي بصل ونعنع وكاجو على الوجه الكاجو انا مخبيه في المناسبة شخص حدا واحد اكل بس انتي حاولت الدوري على الاشياء يعني عم بدور بس شميت ريحته باكل كاجو هو هلا بتفرج علينا عايد هون فقلمه طلطي اكلت منجا كلنا اكلنا المنجا اوكي دانا انا بدي معدي تصير داوم معنا بالحلقة عشان بس انتبع هاد موضوع لانه ما بزبطي يعني بارح هي وفانتا خلصوا علي وهي انت دي وكل وهلا انا وياها اكلنا المنجا بالعكس احتانوا عافية على قلبنا بوداكتر اه مهكا هنا سوف اصمتوا قليلا الحقا den حتى السكرتها شريكتها وان افكرها لحالها كم ام محمد طيب بدلنا طلع الفاصل؟ اوكي يا نطلع بالافاصل وبعد الفاصل نرجع سوف نشوف البرياني ومنعمل الحرثة اذا نرجعنا لس الفاصل البرياني الهندي هلأ هكي بشكل سريع بدأ ظكرككم Unika そう with us بدي من خميسة لقى يرجى هيك بشكل سريع يذكرنا شو عملنا اليوم بالوصفة وعشان نطبقها شو رأيك طيب احنا عم نعمل البرياني بطريقة سهل مبسطة بالحفاظ على نكاتها وطعمتها عشان نكون متفقين لانه كل حد اللي طريته بالنهاية احنا عنا هنا الجاج تبلناه بالقرام مسالة مع الكزبرة والكركم البودرة الفلفل احمر البودرة حطينا الزنجبيل والتوم المهروسين مع زيت كرم ملح وفلفل واكيد ما بدنا ننسى انه استخدمنا اللبن من طيبة بعد ما احنا تبلنا كل الجاج لازم نتركه منقوع صراحة لمدة ساعتين احنا هاي الملاحظة ما احكيناها حطناها على جانب طيب احنا اشتغلنا فيه مباشرة طنجرتي كان فيها عصير البندورة الطازة اللي كنت قادحه مع كنت قادحة التوم والزنجبيل المهروسين بزيت كرم نزلت عليه من عصير البندورة الطازة طبخته لمدة ربع ساعة بعدين نزلت عليه الجاج اللي احنا نعناه طبعا هاي خطوة البندورة انا كنت اعملها قبل الوقت قبل الهواء عشان نقدر نطبق كل شيء على الهواء فبندورتي كانت غالية لمدة ربع ساعة مع التوم والزنجبيل بعدين اضفت عليهم الجاج المتبل هلا الجاج عندي هنا بلش ينطبخ يعني خلينا نقول وصل لمراحل الطبخ اللي مش مستوي ولكن بلش ينطبخ بالضبط الخطوة الجاي انه احنا بدنا نطبق كيف رح نطبق انا عندي هون الرز عندي مستخدمين الرز البسمتي من كرم بعد ما غسلته ونقعته لمدة نصف ساعة بدي نزلته بمي سخني انا عم بسلقه هلأ تقريبا صار له عشر دقائق جوة المي فبدي هلأ نبلش بتطبيق الوصفية رح نبلش ننشل الجاج خلينا نحط الجاج هون عشان اخلاص به هذا الموضوع الخميس كانوا عم بسألوك اذا منقدر نحط مع تتبيلة الجاج النعنع يكون ناشف والكزبرة كمان تكون ناشفة بدل ما تكون خضرة ممكن ممكن هلأ بدي اش اعمل دي اجيب الرز هون عندي هيك على جنب ونبلش نسحب الجاج عشان ينطبخوا كلهم مع بعض براحة برافو عليك وهذا هو اللي بميز كمان البرياني عن وصفة مثلا الزربيان اللي انت كنت تحكي منها عنها من شوي اوكي اوكي فهلأ بدو سير فيه طبقات طبقة من الجاج وطبقة من طبقة من الجاج وطبقة من الرز واخر شي راح نطبق الوصفة على الوجه بالكزبرة وكمان النعنع والبصل المألي والزعفراني طيب وداد بتقولي تمارا انا بعرف دائما البرياني فيه بطاطا لا مش شرط في ناس بحطو بطاطا كده البرياني الخليجي هلأ هلأ كل حق اسمعي البرياني على فكرة فيه اكتر منه عشان نكون عارفين ومتفقين البرياني بالهند هو عالم عشان نكون عارفين وبيختلف من مكان لمكان وفيه حدا بتضيف فيه اشي وناس وانا بتضيفوش في اشي احنا عم نعمل الاشي المسهل البسيط اللي بتقدر كل ست بيت تسويه من دون فزلك ازادي بنشف طالع الهو عم بحاول تفزلك وفرجي قدش هو شاطر فهي المعلومة بس حطوها عندكم يعني معلومة مهمة هلأ بس نضيف احنا الجاج عندنا هون اللي راح نسويه بالزبط انه بدي اخد كمان شوية من هاي المرأة اللي احنا عمليينها احطها فوق الجاج لانه راح نصفي كمية المي الموجودة فاحنا بحاجة لسوائل اه ما بتعتمد انك تحط مي من غير تتبيلة يعني برافو عليكي صح او ميت الرز مثلا مظبوط هلأ لأ ما راح فش ميت رز مش راح تستخدم هنا المي خلص هلأ انا مثلا اضفت شوي هيك فوق الجاج بنيجي هون بننشل الرز برضو نسلق كأنه لا هو مسلوق 3-4 سلق حيلو هلأ بدنا نصفي نحط فوق الجاج بهذا الشكل هلأ ونعمل كمان طبقة من الجاج اه يعني هو بشبه المقلوبة شوي يعني طبقات البريان الهندي هلأ المقلوبة كل اشي فيها بيكون تمارة تحت والرز بيكون فيه على الوجه هون احنا هلأ بنحكي عن طبقة الجاج تانية هتدخل بالموضوع طيب عم بسألوكم فيحاق بتقول لي حسان وصفة البريانة مع البطاطا والبيض المسلوق والكاري من اكلات الباكستانية صحية شف او خطاء وصفة ايش لا البريانة مع البطاطا والبيض المسلوق والكاري من اكلات باكستانية هلأ ان كنا نحكي عشان تكونوا عارف مرة تلعت بحلقة عملت اكل افغاني حكيت عنه باكستاني كنت متلخبت بالكلام العامل كابلي رايس وبحكي عنه اكل باكستاني فهو كان في عندي غلط بالتعبير المطبخ الباكستاني والافغاني والهندي هم مطابخ متلاصقة لبعض ويستخدموا نفس المكونات ونفس الفليفرز تاعتهم منتشرة بينهم فما بنقدر نحكي عن واحد يعني هلأ حقتي برياني باكستاني اوكي وكل الناس بقولك البرياني هندي اوكي وفي الخليج عندنا بعملوا برياني عطيتهم دايما بعملوا بالزبط هلأ بس ثواني رامي هلأ انا حطيت الجاج رجعت هون اوكي نرجع من صفي باقي كمية الرز اللي موجودة هلأ انتبهوا انه هلأ عملية التطبيق والجاج رح ياخد كماء والرز حياخد النكات اللي موجودة بالجاج كل الابهارات اللي انتو استخدمناها ما حطينا فيها بالرز احنا حطيناها على الجاج بس عندي شعور انك رح تحط كل الصص هلأ اللي هون هو تغمره لا لا ما رح اغمره خلص انا كتفيت بالصص مش هاخد صص مرة تانية ما فيها الاصص خلص هلأ رح نكتفي بكمية المرء اللي موجود اوكي اللي احنا اضفناها على الجاج في البداية لانه الرز عندي مطبوخة تمارة ثلاثة ارباع طبخة فما بدأ رزيد كمية سوائل كتير فيمتي علي فيمت فهلأ نكمل باقي الرزات بهذا الشكل طيب هون كمان في عندي سالي يسعد مساكم تمارة والشيف خميس انا بالصدف اليوم عملي برياني بس مع بطاطا وبازيلة وتتبيلة بصل وثوم ايش يعني تتبيلة بصل وثوم زنجبيل وثوم أصدق لا كاتل بصل وثوم هلأ احنا حطين هنا بصل وثوم حطين توم وزنجبيل والبصل بيكون مقلي اوكي بخصوص موضوع شو هذا اللي طالي عليك تنجرة بخصوص موضوع البطاطا هدا اشي اختياري انتو بتقدروا تضفوه زي ما بيتكم ما في مشكلة يعني هذا اشي الخضرة الخضرة يا جماعة باي وصفة هذا اشي ما حدا بيقدر يجبر حدا عليه بدي اصفي بس الرز مني احتماره تمام عشان نستخدمه هلأ عم بتقولي تقلاية بصل وثوم مع بعض اصدها اصدها انه قلبتهم مثلا من البداية مع بعض وبتحطيهم على الرز سالي اوكي حكي لنا سالي شرحي لنا ايش اللي عملتي بالظبط لانه شكله خميس هيك بده ياخد المعلومة بالظبط عشان افهم ايش بدي احكيلك عشان اعرف اجاوبك هلأ اللي راح نسويه كمان تمارا انه راح نحط الفلفل الحار هيك على الوجه اوكي بمجرد انه ما يكون فيه هون سوائل كتير لما نجي نضيف الزعفران الزعفران راح ينتشر باماكن واماكن الزعفران مع ماء الورد اوكي فراح نضيف هلأ الزعفران مع ماء الورد كمان بهذا الشكل اوكي هون بعدين بدنا نحط البصل المقلي اهه كمان شوي نضيف وبننوطي عليهم الغاز ونتركهم حتى يتطبخوا وخلص تقريبا بتاخد ربع ساعة اه لا بدها بدها خلينا نحكي بدها تلت ساعة يعني لا نهاية الحلقة هلأ ضايل اشي واحد بدي اطوله اش هو شو هو المخبي المخبي منكم بالظبط هيا بالعبس هلأ مخبئ عليك انتي والله زاك الكاجو مين جايبه نضيف الكاجو دانا ما اكلت منه صح راحوا ما ضلت مش مفروض الكاجو نحط على الوجه بعدين لا هلأ انا بدي احطه ما بفشفش خليه فشفش هو طعمة هون رح تكون اطلا اطيب بدي اعمل اشي اختياري لكم انا كتير بحب هذا الاشي بحب احط الزبدة على الوجه وانا سيستخدم الزبدة من من المراعب الزبدة بتضيف لانه انتي لاحظة انه رز سلب انتي بديك مادة دهنية تنزل عشان تخلي حبت الرز مفلفلي بعد ما تنزلت الرز ما يلزق ببعضه كل هاي التفاصيل بتعرف الرز لما بنطبخ وبنترك على جانب مثلا ونضل منه اكلته منه وتغديته وزا ما كان في نسبة الدهون موجودة رح تلاقوا الرز ملزق زاعد انه توليد الحرارة جوه اي طنجرة احنا نطبخ فيها وجود الزيوت فيها وماده الدهنية بتخلي بتخلي الحرارة تتطاعف زاعد انه الزبدة بتعمل تراوي صراحة للرز حلو وبتغطيها وبتتركها صح؟ بالزبط رح نغطيها ونتركها ايش الوصف الثاني؟ هلأ قبل الوصف الثاني معلش دانا اوكي ثواني خليكي معي احتفظ ايجي دانا لليشوف خميسة لا 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 ابدا 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 ما في منه هذا الحكي هلأ بس قبل ما اسكر الطنجرة بدي اضيف عليه النعنع هيك على الوجه اوكي ونغطي طنجرتنا ونقولها شو في امان الله هلأ بنتلع بوصف الثاني انطلقي حمزة البتنجان مع البندورة رح تحتاجه لخمس حبات من البتنجان ولتمن حبات بندورة ربع كوب كزبرة ربع كوب زيت زيتون كوب حمص حبين كرم ومعلقة صغيرة ثم مهروس وكوب لبن من طيبة ربع كوب ربع كوب ربع كوب خميسة نعم بصير معك انه تأكل أو تشرب أشياء أو تنقرش وتستحلي كل شيء هاي الأيام اللي أنا عمل فيها ضايد أنت بتعرف شغلة أنا في بيتي كيس هل أدى كاجو مبارح بتفرج عليه بقول يا ربي ولا مقربين عليه لأولاد ولا أنا حتى فكرت أمسك أدوء حبتين هلأ لأنك عملت جبت الكاجو بس أبضيتها بدي أأكل كاجو اسمعي هو الموضوع دايما أي شيء من الناس لا لا أحكي لك هو بشكل عام بشكل عام بديك شغلة زي هلأ كنت حط لك الزخل هون بديك الإشي ببطل موجود هو هيك بسير فأنتي عادي إن يكون قدامك ما بديك تكليب بس بعدين لما بتشوفي بتصيري بديك ناعش بس بسير أستحليل لا هذا 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 موضوع طبيعي زي المرأة أو ستة البيت اللي بتطبخ بتقولك مثلا أنا ما بطبخ ما بأكل قال شو هالمبدأ؟ إذا بعزمها مثلا أنا وبقول أنا طبخة بتاكل شو هالمبدأ؟ أنا هذا الشخص عن جد بحكي أنا عمري ما طبخت شغلة واستمتعت بأكلها بعرفش خرص يعني هلأ تستمتع خير وتاكل غير ما شاء الله استاكل لا بطلت تماما بس بلاش هديك اليوم ما شو الله هيك جاط أبل أبل الجم قبل الجم أوكي طيب هلأ هاي الوصفة زي ما حكينا قبل شوي إنه إحنا عم نحكي بتناسق الطعمات وكيف نعمل وصفات تكون متماشية مع بعضها إحنا لما بجي نحكي بدنا نعمل إشي حر إحنا لأنه عملينا فكرة حر مكثرة أنا فلفل جوه الجوه البرياني فبدنا اشي هيك جنبو خفيف لطيف نحافظ على النكهات اللي بدح تدخل على تمنى عشان ما نضيع يعني مش رح نيجي نعمل اشي شاينيز وندخل جنبو اشي بالقرام مسالة فهيك بنعمل تشوك يعني عشان هيك احنا حافظنا على النكهات اللي رحنا نقولها اليوم بغدانا او عملين هلأ هون عندي هون البندورة اللي فرش مع البندورة المؤشر عشان اللون تبعها بس طبقتهم بزيت من كرم مع التوم والزنجبيل عشان نكون عارفين بس خطوات استباقية ما بدهاش فازلك مني زايد ياطلع كلكم ومنحطوا التوم والزنجبيل وفش بدهاش اشي انتوا اشطر مني كتير ومش بحاجة لي بهاي التفاصيل فعشان هيك انا بس طبقت التوم والزنجبيل بزيت كرم اضفت عليهم البندورة التازة وكمان تقريبا اضفت عليهم البندورة المؤشرة المعلبة اللي بتكون مقطعة عشان اضافة اللون راح نضيف عليهم الحمص حب من كرم اوكي هيك تمام هاي الحوسة اللي انت بتشوفها بتلبق مع الوصفة تبعتنا اليوم البريان عريبة كتير لفتت البتنجان بس ملاجد دخل فتت البتنجان عشان نكون متفقين لانه هلأ راح نضيف هون كاري وهذا الاشي مش موجود بفتات البتنجان واللبن اللي راح نستخدم ما فيش فيه طحينة لبن بيور مع التوم وعصير الليمون فقط اوكي اوكي بفرق من حطل طحنية هلأ اذا بدنا نروح باستطيل انه انا نعمل فتت المكدوس او فتت البتنجان بدي يكون في تحتها خباز وبي دي يكون في تحت كتير التفاصيل احنا مش عم نعمل هيك احنا عم زي ما قلت لكم انا عنده البتنجان شوي هايو اوكي بعد ما شويته بالفرن مع الزيت والملح والففل وشوية كاري تلعتهم هلأ هيك صارون متحملين راح نحطهم بالجاط بعدين نضيف عليهم اللبن وبعد من نضيف اللبن راح نسقيهم بالبندورة أريد أن أضيف الكاري عندي هون على البندورة مع الحمص الحب بعدين نضيف عليهم الملح والفلفل طيب أم فادي وصفة حلوة كتير تسألنا كمان إذا إحنا موضوع الكاري أنت من عندك حطيته عشان يلبق مع البرياني بالضبط هلأ بتدار تستغنوا عنها إذا بدكم بهاي الوصفة ولكن أنا بأكد لكم إنه راح تطلع معكم كثير كثير طيبة وجود الحمص حب كمان حيعزز النكهات يعزز اللمسات اللي حتكون بالتم تعرفوا أنه فيه أكلات مملة تسمعون هذا الحكي إنكم تكلي أكلة تحسي حالك إني مليتي منها عوامل هذا الموضوع كثيرة واحدة منها إنه مثلا لازم يكون فيه أرشة عشان يغير طعم المستصاغ جوة التم هلأ طول الوقت عم باكل متبل 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 ما فيش شي إشي جنبه يكسر لي هذا الموضوع راح تملي مش راح تحسي إنك إنت عم تاكلي وجبة رئيسية فعشان هيك هذه كمان وجبة فيجتارية خلنا نحكي ما فيش فيها ما في فيها لحوم هي فقط البتنجان المشوي مع اللبن وكمان البندورة المطبوخة ننضيف على البندورة الملح والفلفل موضوع موضوع الكاري بس عشان تلبيق الوصفات مع بعض فقط لغير حتى لما نوصل للعصير هلأ حتى لما نوصل للعصير راح تلاقيني عم باستخدم الاشطة مع الجوز الهند مع المنجا كمان إحنا بمحيط الهند وبالوصفات والمنجا بلبقوا مع بعض أنا مبارح عملت إشي بالمنجا فكنت ما بدي بس لأنه نعمل إشي بالمطبخ الهندي أحببت من أشهر أنواع الفواكلي يستخدموها ويدخلوها في كل شيء بيعملوا فيها كثير شعالات فضيئة وإن شاء الله مع الوقت وهيكا هلأ منبلش نشتغل أكتر فيها طيب حلو معناتو إحنا هلأ بدنا نطبقها خميس أبدا كتستغلها بالزبط لا 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 أنا بدأ أطبقها باستغلي مع بعض كمان دقيقتين أوكي طيب معناتو إحنا راح نطلع بالفاصل بشكل سريع بعد الفاصل ما نكون طبقناها وبتكون غلط لها الدقيقتين دقيقتين رجعنا للجزء الأخير من الحلقة وإحنا هلأ بدنا نطبق الحوسين صح؟ صح فإيلا طبع لنا إياها فغيرت صح يا تمارا وإنت يعني مش عادة لش حدثتك يعني تفرجيهم إنه صح يعني إني أنا خميس إليك مصلحة معي لسه عشر دقائق حلص أنا حقيق عليك أولى الخمسة أحوا الشباب شو بتقولوا أنتو؟ هات نعمل تصويت طيب هلأ شو راح نعمل؟ راح نعمل اللبن عندي هنا اللبن طبعا راح نمستخدمينه من الطيبة بدي أضيف عليه الملح وعصير الليمون فقط عصير الليمون وملح وتوم ولا راح نضيف إشي تاني قلتلي ليش محطة طحنية عشان تبعد عن لأ عشان أبعد عن موضوع الفتة زاعد إنه أنا بدي اللبن يبرد علينا الأكلات يعني بدنا إشي يبرد علينا أحنا نأكل أوكي؟ فاللبن وجوده هيك بهاي الطريقة راح يبرد علينا إحنا هون حطينا البتنجان زي ما إنتو شايفين المشوي جوه الوصفات أشعر حالي أمرات بأبدأ البتنجان لا أعرف كيف أحبه؟ لا أعرف أنا أشعر أن تجيب صحارة البتنجان بالبيت لا أقول أن أجاكلك تمارا لا أعرف لا أعرف لا أعرف ما عملت مع بنتا بتنجان لا أعرف بنتا بتنجان لا بنتا أدخل لها إشي تاني أجاكليها فيها ما يعني؟ بنتا أدخل لها بموضوع اللحوم لأنها لا تكلفت لحمة أنا أدخل لكم كل واحدة فيكم على إشي وبأعمله سأضيف اللبن طيب سؤال لماذا بدلت بالعكس؟ يعني لم أضع البندورة في البتنجان مثلا؟ بعدين اللبن ممكن بس أنا عشان هذا اللي سخن لما أنا أضيف الإشي السخن فوقه كل إشي هون سيكون عندي ساخن لو ضفت اللبن فوقه سيضل وإنتي أمتكلي منه إنه في إشي بارد يخرب لك مزالك حمت عليك هلأ بعد هيك نأتي هون نجيب صوص البندورة اللي إحنا طبخناها مع الحمص الحب والكاري ونضيفه هيك على الوجه يعني هي صراحةً وصفة بتشهي من غير أي تعب يعني أصلاً إنتو لو بتشوفوها يعني كمكونات لا بقى مع بعض الحمص بلبق له البندورة بتلبق لها كل الشي كل الشي بلبق له شكراً شكراً كيف بس أنا أجام لك زيادة عن اللزوم؟ هاي مجاملة؟ أوكي أوكي معناته إن شاء الله للسبع الموضوع صار دارين بعثتلي دولة يعني آه هي أنا لأ أوكي أه ما حنا كلنا نستنى على الـ 45 بس ما زبطت معاكي مائي بس خليني أحط كمان البصل المقلي على الوجه تعرف إن ما بحب أمسك البصل المقلي بس ببصل عادي ما عنديش مشكلة ليه؟ سريحة بتروحش من مرة مش لو غسلتي طب خميس وجدان بتقول لك ممكن لو سمحت تعمل لها وصفات من المطبخ التونسي أه أنا رحت على تونس على فكرة وأكلت عندهم كتير أشياء ذاكية أه أحاول بوعدك إنني عملتكم إشي كتير طيب قريباً وعد هلا هيك وصفة ناسا رامي مين عمر أطول من الثاني؟ مين عمر أطولين؟ إن شاء الله أطولين أمركم بعد نأخذ الوصف الأخيرة يلا هيك أنت عمرك أطول من الثاني شفت؟ سبقتكم عصير المنجة مع جوز الهند رح تحتاجه لحبتين منجة لليتر عصير منجة من المراعي لكوب جوز هند بالإضافة لعلبة حليب جوز هند لعلبة أشطة من كرم ولمعلقة كبيرة مورد أقول طبعاً فيو ناس عم بقولولي عيدة بتقولي تماره بنقدر كمان نحط شو اسمه؟ خبز محمص عليها للحوسة أكيد ما الخبز الألخبط آه هون هون الحوسة أكيد على فكرة أنت لديك تلق في الأكل اللي حكي تحقيل. لاحظة أن تستطيع. آآ، عيدة. نستطيع أن نستطيع. برافو عليك. نأتي إلى وصفتنا. لكن لحظة قليلاً، أنا أبو سامرة تضبطت للسماعة على أن أسمع الصوت مخنوق. يعني ليس صوت مخنوق. مخنوق؟ مخنوق. مخنوق الصوت يا أبو سامرة. تمارا، الآن مفروض أن تنبسطي. لماذا؟ لماذا؟ لا، لسه. لسه. طلعوا تمارا برا خليها ترجع. طيب عندي هون المنقة اللي كنت هربها من مكان لمكان اللعب حامي بارد عليها. بعدين وبعد ما نضيف المنقة. موجه تحيي لأما أكل المنقة بعد ما أشهره. تحياتنا إلك. بعدين رح نضيف جوز الهند. آآ. شو مالك؟ سمعي طلع. مش عم بسمع مش عم. أنتو عم تحكوا معايا جماعنا من السامعة. هلأ هلأ هي أنتو بتحكي معها أبو سامرة هي من السامعة. لا حول ولا قوتها إلا بالله. معناته سامعة. معناته سامعة. خلص إنسان موظف. عارف كيف سامعة. بس أنا لأني ما شو الله كثير شاطرة وزكية فقدر أستلقت أش بحكي. أوكي. هذا الشيء ما في شك أبدا. طيب. حطينا جوز الهند وحطينا المنقة. نضيف عليهم الإشطة من كرم. بعدين نضيف عليهم عصير المراعي من وين؟ من المراعي. عصير المراعي أو عصير المنقة من المراعي؟ عصير المراعي من المراعي. اسمعي شوفه صار الموضوع ردي عليه. هلأ نضيف العصير. الله يبسطكم يا شباب. والله. الله يهنيكم إلهي. نضيف العصير المنقة من المراعي. يا سلام. شوفوا الدسامة اللي فيها. لا مش دسامة كثير طيبة على فكرة. لا جوز هند وإشطة وهيك ومنقة لحالها قصة. حليب جوز هند نسيت أحطه. شوفت؟ عشان تعرف بس أنت. أنت وليفوني. تصبيتاتكم عندي. هلأ تحطوا هون الشاف على البلندر. بهاي الأثناء أم محمد لما نحط الموسيقى بديك تجيبيننا شو. الكوب بيات. ماء الورد اسمع والتركيز صار صفر. أنتم عارفين كل كل ما. لا لا إذا أريد أن تركز أكثر فيك تروح تشوف الجرور الأولاني. ما في مشكلة. أنا أكمل عنك. لا لا مخاف تفق أبو جهك. استني. ردي علي بس. إيش أعمال. بدي أحط شوي طفين. هيك هذا الموضوع. يا ما حصل. إذا بدك تروح شوي هيك وترجع. يا روح. مستهضع. نرجع للكبيات. افضل هاي الكبيات. نرجع للكبيات. في حتى جاب معالي طبع عشان أكل رامي ولا كيف. يا هاي كمان تنتين وهي التالتة. وهاي الرابعة. هلأ بدنا نضيف عصيراتنا. بقولوا لك بصير نحط تنجرة البريانة بالفرن بدل الغاز. هلأ الناس طريقة التطبيق في بحطوا فخارة في ناس بحطوها بطنجرة بدخلوها الفرن بهاي الطريقة كمان بصير. بنقدر بس يمكن التنجرة الخاصة بال. إذا بمنك أخذت الكسات روشي لك رشة جوزة الهند على الوجهه. على الوجهه. نعم. وأعطيني الجاط من عندك بليز عشان أسكوب. حاضر حاضر بس ستنى شوي. أنا مش أخطبوط. تمهارا المفروض هلأ تكوني أسرع بهاي الحالة. يا زلمي لسه. لأ أنت المفروض تكوني سريعة كل إشي أوكي. دقيقتين بس. هلأ اسمعت أنتم كنتوا حاطين كنكم إشي على سماعتي. لا بمون عليك كرامي. دخلش حدا بناتنا. حبيبي. يلا هاي جوز الهند كمان صار جاهز. جاهز. طيب هلأ كمان. والله هاي اللي بيدها جاي من كل الجهات. تفرجوا الإشي. ما بتخافك يتكسر معاك الرز ولا بت... لا يا تمارا بعيد هلأ أمور. لا عشان ستات لبيوت قصدي. لا هلأ ما بتكسرها ما بتكسر. بس بنا نسكوب إحنا هلأ. يلا. هلأ. بس نحرك شوية الرز عشان نعرف إن نطلعهم من فمتي. هلأ. نسكوب. بهذا الشكل. وذكرنا شو ما نعمل. وذكركم. ليش ما أذكركم. يزي بدك أنت بتذكري هلأ. لا شكرا. ليش أذكر خلصت. طيب. هلأ إحنا اليوم إحنا عملنا البرياني بخطوات كتير كتير سهلة. انطلب مني كتير صراحة خلال الفتر أخيري. أنا أولا مرة عملت برياني بصحتين وهنا. وهيني عملته. عملت كيما بشكل كتير مبسط. وعملنا كمان حمسة البتنجان مع البندورة والحمص بالكاري اللي نسيت أضيفه على الوصف. لا تنسوا هذا الموضوع يا جماعة. وعملنا كمان عصير. عصير شو؟ عصير المنجة مع جوز الهند. ومالورد. وكمان العصير المنجة اللي استخدمناه من المراعي. لا أنا بدي أتأكد بس الموضوع اللي حكيت لي اياه. هو أنت مش فاهمة بحكي ببطينة عشان. استغل الوقت وهو بم 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 بم. بالضبط. هيك إحنا سكبنا. طلع الكاشوهات اللي بديك ياهم كنتي. طبعا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. وأكيد إحنا حيتجدد لقائنا معكم يوم السبت خميس وأنا بحلقة جديدة. خصت نص لعيد الاستقلال. خليكم دائماً عم بتتابعونا على شاشة عمان تيفي. وضمتم بألف خير. أسترم ولد. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة